في حلقة اليوم سنتكلم عن قصة النبي سليمان عليه السلام والخيل المذكورة في القرآن الكريم لماذا ذبح النبي سليمان الأحصنة المجنحة الصافنأة الجياد بالرغم من عشقه لها وبماذا أقسم على نفسه وما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بعد ذلك قصة رائعة من القرآن الكريم تابعونا للإجابة على كل هذه الأسئلة وأكثر من هو النبي سليمان عليه السلام؟ هو سليمان ابن داود ابن إيشا ابن عبيد ابن عابر ابن سلمون ابن نخشون ابن عمينادب ابن إرم ابن حصرون ابن فارس ابن يهوذا ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وكان سليمان عليه السلام من الذين آتاهم الله الملك والحكمة في سن متقدم فقد مات داود عليه السلام وكان عمر سليمان 12 عاما فآتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين مثله وبعدما آتاه الملك بأربعة أعوام ابتدأ ببناء بيت المقدس وكان سيدنا سليمان عليه السلام شغوفا بحب الخيل فكان يستخدمها في الجهاد في سبيل الله فيقوم بتنظيم صفوفها ويتولى رعايتها بنفسه وكان سليمان عليه السلام يمتلك العديد من الخيول فقيل إنه يمتلك ألف خيال ذات أجنحة وذات أصالة وقوة وسرعة عالية وقد كانت هذه الخيول فاتنة الجمال تدخل البهجة إلى كل من ينظر إليها ولما لا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فجعلني أحب أهله وماله أو من أحب أهله وماله إليه وفي يوم من الأيام ظل سيدنا سليمان عليه السلام ينظم صفوف الخيول ويهتم بها إلى أنغابة الشمس ولم يشعر بالوقت مما جعل الصلاة تفوت سليمان عليه السلام دون أي انتباه منه فشعر بالغضب الشديد من نفسه وحزن حزنا شديدا وأخذ يتمنى لو أن الشمس ترجع مرة أخرى حتى يقوم للصلاة ويذكر الله عز وجل فقال الله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ومعنى الآية أن سيدنا سليمان عليه السلام أحب حب الخير والمال وتغافل عن ذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس وأخذ يؤنب نفسه ويعاتبها فقام عليه السلام فصلى ثم رجع وقال ردوها علي وأعيدت الخيول إليه مرة أخرى فقيل إنه أخذ من فرط غضبه يذبح في الخيول وقام بالتصدق بلحمها على الفقراء والمسكين وأخذ يقول والله لن تشغلني الخيول عن عبادة الله جل في علاه بعد اليوم وهذا تفسير الكثير من المفسرين لكن هناك تفسير آخر اتجه إليه بعض المفسرين ومنهم الإمام ابن جرير الطبري حيث قال يستحيل أن نبيا من أنبياء الله تعالى عنده من الحكمة والعلم أن يذبح مخلوقا من مخلوقات الله لذنب أذنبه هو فما ذنب الخيول فطفق سليمان مسحا وليس ذبحا فكيف يقتلها وفي ذلك إفساد المال كما أنها معاقبة من لا ذنب له فلو ضرب أعناقها بالسيف فيكون ذلك إفسادا محضا ويهلك مالا بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها وإنما الصحيح أخذ النبي الله سليمان عليه السلام يمسح الخيل بيده من سيقانها وأعناقها ويتأمل كيف أنها شغلته عن العبادة ثم وهب هذه الخيل كلها للجهاد في سبيل الله تعالى وهذا القول الذي تطمئن إليه النفس فنبي الله سليمان عليه السلام حكيم عابد أواب صلاة الله عليه وسلامه وعلى نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والصالحين هذا والله تعالى أعلى وأعلم